اشهدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينا لرئيسة مجلس النواب بالزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمملكة البحرين مؤكدة أن الزيارة تضيف المزيد من التقدم للعلاقات التاريخية الوطيدة وتعز التكامل الثنائي الرفيع بين البلدين الشقيقين وأوضحت رئيسة مجلس النواب أن مسيرة التعاون الثنائي البحريني السعودي المشترك تخطو قدما نحو المزيد من التنامي بفضل الرعاية الملكية السامية والتوجيهات الرفيعة لقيادة البلدين الشقيقين وجهود مجلس التنسيق البحريني السعودي برئاسة سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حافظه الله وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي وأشارت إلى أن العلاقات بين مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية تتفرد بالعديل من المميزات والخصائص المهمة مما جعلها انموذجا يحتذا به في العلاقات بين الأشقاء وبينت رئيسة مجلس النواب أن الزيارة تشكل لبنة جديدة توضف إلى مسيرة تعميق وتوطيد علاقات التعاون المشترك ارتكازا على ما يجمع بين قيادتي وشعبي المملكتين من ثوابت ورؤى مشتركة وذكرت معاليها أيضا أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين وأن جهود التنمية والتعاون والشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات والقطاعات والمستويات بين البلدين الشقيقين تشكل مثالا رائدا ومتميزا في التكامل بين البلدين مؤكدة معاليها حرص مجلس النواب ومجلس الشورى السعودي على دعم كل ما من شأنه تنسيق المواقف النيابية في المحافل الإقليمية والدولية موسيقى